بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الموضوع موضوع مهم جدا وهو أسباب محبة الله للعبد ولكن قبل ذلك لابد أن نبين محبة العبد لله عز وجل لأن هذا هو أصل العبادة أصل العبادة حبة الله سبحانه وتعالى حبة العبد لله عز وجل فالعبادة أصلها بالحب أما بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى آخر أنواع العبادة ولكن أساسها ومدارها على المحبة محبة الله سبحانه وتعالى فالعبادة هي هي غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى كما قال الإمام بن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهواء لا بالهواء والرأي والشيطان فمحبة الله تقتضي الذل له سبحانه وتعالى والخضوع بين يديه والتقرب إليه بما شرع من أنواع العبادات الكثيرة قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالذين آمنوا أشد حبا لله لأن المشركين يحبون الله ولكنهم أحبوا معه غيره من الأصنام والأنداد يحبونهم كحب الله أما المؤمنون فإن محبتهم خالصة لله عز وجل أشد حبا لله من محبة أصحاب الأصنام لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة فالله جل وعلا يحب لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله سبحانه وتعالى وأما محبة المال ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة هذه محبة طبيعية ليس معها ذل ولا خضوع ولا تعبد محبة طبيعية يموجب القرابة والإحسان فلا يلام الإنسان عليها إنما المحبة الشركية هي محبة العبادة هذه المحبة الشركية التي كان عليها المشركون فالمؤمن يحب الله محبة خالصة وكذلك يحب من يحبه الله من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده الصالحين وهذا يسمى الحب في الله الحب في الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك تنال ولاية الله أي محبته للعبد بذلك بهذه الأمور فقال صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار هذه علامات المحبة وعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قالت اليهود والنصارى فقال محبة الله محبة صحيحة حقيقية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه يحب الله ولكنه لا يتبع الرسول فهذا كذاب ومثله من يدعي أنه يحب الله ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطة الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع فمن يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من جاء بالبدع والمحدثات والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمحب لله وإن ادعى أنه يحب الله عز وجل فهذه محبة الله سبحانه وتعالى محبة العبد لله عز وجل وهذه علمتها ولن كنتم تحبون الله وهذا ليس خاصا باليهود والنصارى وإنما هو عام لكل من يدعي أنه يحب الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس صادقا لأن علامة محبة الله حقيقة اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جانب محبة العبد لله عز وجل وليس العبادة قاصرة على محبة الله بل المحبة هي الأساس ومعها أنواع العبادة كالخوف والرجاء فالرسل والأنبياء والصالحون وحبون الله وهم مع محبتهم لله يخافونه ويرجونه ويرجونه أولئك الذين يدعون ابتعون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فلابد من الخوف والرجاء مع المحبة وكذلك بقية أنواع العبادة أما الصوفية فإنهم يقولون نحن لا نعبد الله خوفا ورجاء لا طمعا في جنته ولا خوفا من نهره وإنما نعبده لأننا نحبه فقط وهذا الضلال والعياذ بالله يعني هم خير من الرسل والأنبياء يرجون رحمته ويخافون عذابه قال تعالى ويدعون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه محبة الله محبة العبد لله عز وجل فمن أحب الله وأقام الدليل على ذلك على صدق محبته لله فإن الله يحبه سبحانه وتعالى من أحب الله صادقا وقام بعبادته أحبه الله عز وجل وإذا أحبه الله فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها إذا أحبه الله كان الله معه يسدده ويوفقه ويرشده ويهديه كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح البخاري قال من أن الله جل وعلا قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ولا يزال عبدي من عادى لي وليا فقد بارزني أو بارزته بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت سمعه وبصره ويده ورجله معناه أن الله يوفقه ويسدده في أقواله وأعماله ويكون معه بالنصر والتأييد والحفظ ولهذا قال في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه فآخر الحديث يفسر أولا أن معنى كون الله مع من أحبه ويكون سمعه وبصره ويده ورجله أي أن الله يوفقه في كل أقواله وأفعاله ونياته ومقاصده فدل هذا الحديث العظيم على أن من أعظم أسباب محبة الله للعبد أن يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض تقرب إليه بنوافل العبادات بعد فرائضها أما من يتقرب إلى الله بالنوافل مع إضاعة الفرائض فالله لا يقبل منه لا بد من الفرائض أولا ثم بعد الفرائض يتقرب إلى الله بنوافل العبادات فحينئذ يحبه الله وإذا أحبه الله سدده ووفقه وأعانه وكان معه سبحانه وتعالى هذا من أسباب محبة الله للعبد تقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل والمداومة على ذلك من أسباب محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم فذكر سببين من أسباب محبة الله للعبد السبب الأول أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذا معناه الولى والبراء فيكونون أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يحبونهم ويوالونهم ويواسونهم أعزة على الكافرين يتبرؤون منهم ويجاهدونهم ويقاتلونهم ويتبرؤون منهم ومن دينهم هذا السبب الولى والبراء الذي تنال به محبة الله عز وجل لعبده الأمر الثاني يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله لا يجاهدون طلباً للمال ولا طلباً للمدح والثنى وطلب المال والغنيمة فقط يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لوم تلائم ما يلتفتون إلى من يثبِّقهم ومن يخذِّلهم ومن يتهاون الجهاد في سبيل الله ولا يعرى الجهاد في سبيل الله لا يرى له قيمة أو يعتبره وحشية أو يعتبره قسوة كما ينادي به من ينادي اليوم من الذين ينكرون الجهاد في سبيل الله ويقولون الإسلام ليس دين جهاد ولا دين قتال إنما هو دين تسامح ودين محبة ودين مدين فهذا من جهلهم أو ضلالهم والعياب بالله فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هذا هو أعظم أسباب محبة العبد محبة الله جل وعلا لعبده وكفى بهذا شرفاً للجهاد في سبيل الله كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين هذه كلها أسباب محبة العبد محبة الله لعبده أن يكون من المتقين والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه خوفاً من عقابه هذه هي التقوى سمي التقوى لأنها تقي العبد مما يخاف تقيه من النار تقيه من غضب الله تقيه مما يكره هذه وقاية قو أنفسكم وأهليكم ناراً بماذا؟ نقي أنفسنا وأهلينا النار بتقوى الله سبحانه وتعالى بطاعة الله وأنفسكم وأهليكم ناراً فسمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله ومن المكروهات فالله يحب المتقين الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم طمعاً في ثواب الله ويتركون ما نهاهم الله عنه خوفاً من عقاب الله بهذا يحبهم الله سبحانه وتعالى يحب المتقين يحب التوابين الذين يقعون في الذنوب ثم يتوبون خوفاً من الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى سعة فضل الله أنهم عصوا الله وخالفوا أمره لكن لما تابوا تاب الله عليهم وأحبهم حب التوابين أي الذين يتوبون من ذنوبهم لأن الإنسان ليس معصوماً يقع منه الخلل يقع منه المخالفة ولكنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وأحبه يحب التوابين توابين كثيري التوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فكلما أذنبوا لمن تابوا إلى الله توبة صحيحة أتاب الله عليهم وأحبهم وغفر لهم وأكرمهم هذا من حلمه سبحانه وفضله وإحسانه ورحمته بعباده يحب التوابين ويحب المتطهرين المتطهرين من الذنوب طهارها المعنوية المتطهرين المتطهرين من الذنوب والخطايا المتطهرين بالطاعات والقربات يحب المتطهرين الطهارها المعنوية لتزكية نفوسهم بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات ويحب المتطهرين الطهارة الحسية من النجاسات والخبايث يتطهرون من النجاسات يتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر بالصلاة بالوضو وبالاغتسال ويتطهرون من النجاسات التي تصيب ثيابهم أو أبدانهم يغسلونها ويتطهرون منها طاعة لله سبحانه وتعالى هؤلاء يحبهم الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله جل وعلا يحب المحسنين المحسنين الذين يفعلون الإحسان والإحسان هو الإتقان والإتمام وبذل الخير للمحتاجين فهو الإحسان يكون بين العبد وبين ربه وذلك بعبادة الله وإخلاص الدين لله وإتقان العمل لله عز وجل وصلاح النية والقصد كما في الحديث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا فيما بين العبد وبين ربه هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه أن يعبد الله مخلصا له موقنا بما عنده كأنه يراه رؤية عين فإن لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه فيخاف من الله يخاف من الله عز وجل لأنه يراه ويبصره في تصرفاته وتقلباته حتى ما في قلبه يراه الله ويعلمه الله سبحانه وتعالى وأما الإحسان فيما بين العبد وبين الخلق فهو أن يبذل لهم النفع يبذل لهم ما فيه نفع وخير ويدفع عنهم ما فيه شر وأذى هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين النس أولاً يؤدي إليهم حقوقهم التي لهم عليه يؤديها لهم هذا من الإحسان ثانياً يسدي عليهم المعروف يسدي إليهم المعروف بالمال وبالجاه وبالعلم وبالدعوة إلى الله وبالتعليم هذا من الإحسان إلى الخلق تعلم الجاهل تذكر الغافل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لأجل إنقاذ أخيك مما وقع فيه هذا من الإحسان إليه وليس من الإحسان إليه أن تسكت عنه وأن تجامله وأن تستحي منه تقول هذا من الإحسان إليه لا هذا من الغش لكن يكون ذلك فيما بينك وبينه وبطريقة سرية وبطريقة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا من الإحسان إلى الخلق أعظم الإحسان إلى الخلق أن تسدي إليهم الخير في دينهم تعليمهم نصحهم أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر هذا أعظم من أن تبذل لهم المال وإن كان المال فيه خير وفيه منفعة لكن الإحسان إليهم بالنوع الأول هذا أعظم وجوه الإحسان وكذلك تحسن إليهم بالمال تتصدق على المحتاج تساعد المدين المعسر تسامح من لك عليه حق تسامحه تخفف عنه فتحسن الاقتضاء منه هذا من الإحسان إليه هذا من الإحسان إليه بل لا يقتصر الإحسان على الإنسان بل يتعدى إلى البهايم تحسن إلى البهايم حتى إلى الكلاب والقطط وتحسن إليه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته تحسن إلى البهايم بإطعامها وسقيها ودفع الضرر عنها فهذه امرأة بغي من بني إسرائيل لما رأت كلبا يلهث وردت على ماء في بير وشربت منه فلما ظهرت من البير رأت كلبا يلهث من شدة العطش ويمص التراب من شدة العطش فنزلت إلى البئر مرة ثانية وملأت خفها بالماء ثم خرجت به وسقت الكلب فشكر الله لها ذلك وغفر لها بينما عذب الله امرأة في قطة أو في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار والعياذ بالله فالذي يقوم بهذه الأعمال مع الله أولا ثم مع خلقه ثم مع البهايم في كل كبد الرطب هاجر فإنه من المحسنين فيحبه الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا إذا أحب عبدا إذا أحب عبدا أمر الملائكة أن تحبه في السماء ثم أمر من يأمر من في الأرض أن يحبوه إني أحب هلانا فأحبوه فيضع الله له القبول في الأرض فيحبه الناس قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا فالذي يريد محبة الله عز وجل تقرب إليه بهذه الأنواع من العبادات وفي غيرها تقرب إلى الله حتى يكون ممن يحبهم الله ويحبونه ومحبة الله جل وعلا صفة من صفاته محبته لعباده صفة من صفاته ليست كمحبة المخلوق فمحبة المخلوق صفة من صفات المخلوق تليق به محبة الله صفة من صفاته سبحانه تليق بالله ليست كمحبة المخلوق للمخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم فهذه بعض أسباب محبة الله لعبده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعي جزا الله سماحة الوالد خير الجزاء على ما قدم ونسر الله أن يجعل ما قال في موازين حسناته وأن ينفعنا بما قال إنه جواد كريم أما بعد يغفو فإن الأسئلة كثيرة ولذلك رتبناها رتبناها الأهم فالمهم وإلا لم نحذف أي سؤال علما أن أقواب سماحة الشيخ مفتوحة فمكتبه في اللجنة الدائمة مفتوح لمن يريد السؤال والاستفتار وكذلك دروسه الأسبوعية في الجامع مفتوحة لمن يريد السؤال والاستفتار فسماحة الشيخ فتح فتح المجال للجميع فمن لم يعرض سؤاله يستطيع أن يذهب إلى الشيخ في درسه أو في مكتبه في اللجنة الدائمة للإفتاء ويسأله ويجد بإذن الله تعالى الإجابة على سؤاله وكثير من الأسئلة تقدم فيها قول صاحب السؤال إني أحبك في الله يا سماحة الشيخ أما الأسئلة فنعرض الله وها يقول حبكم الله الذي أحببتموني فيه وأما من لم يحصل جوابه في هذه الجلسة فالمشايخ كثيرون ولله الحمد ترجعون إليهم ترجعون إلي وترجعون إليهم وأبوابهم مفتوحة في العمل وفي غير العمل نعم حفظكم الله جاءت كثير من الأسئلة تطلب تقول إن الأصلا يأتي طالب علم إلى العالم في درسه وفي مكانه ولكن نحن طمعا في الخير نتمنى أن يكون لكم درس أسبوعي في هذا الجامع ليس هذا يمكن لكن هذا ما يمكن كل أسبوع ما يمكن ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله بعض الشيء إن شاء الله نعم هذا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جرس فيه مصلاح حتى تطلع الشمس هذا الحديث ما الرجال والنساء الحديث في الرجال الذين يمكثون في المسجد بعد صلاة الفجر ويدعون الله ويدكرون الله إلى أن ترتفع الشمس ثم يصلون ركعته والنساء لهن نصيب من ذلك أيضا إذا جلست المرأة في مصلاها في بيتها ولكرت الله عز وجل أن يضيع الله جل وعلا عملها نعم يقول ما حكم حضور محافر الكفار والمباركة لهم في أعيادهم مثل رأس السنة وغير ذلك لا تجوز مشاركة الكفار في أمورهم كلها أمور الدين أمور دينهم وعباداتهم لا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها ولا أن يحضرها ولا أن يهنئهم بها ولا أن يأكل من الذبايح والعطعمة التي تفعل في أعيادهم لأن هذا من تشجيعهم ومن التعاون معهم قال تعالى في صفة عباد الله عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور والزور هو أعياد الكفار فلا يحضرونها لا يشهدون يعني لا يحضرونها ولا يشاركونهم فيها فلا يجوز تهنئتهم بأعيادهم ولا يجوز مشاركتهم فيها وتعطيل الأعمال فيها المسلمون يعطلون أعمالهم في أعياد الكفار هذا مشاركة لهم لا يجوز هذا العمل نعم يقول حفظكم الله ما أفضل طريقة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق الصحيح في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن طريق الصحيح لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واضح تمسك بالكتاب والسنة تمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والعمل بذلك نعم يقول حفظكم الله أحيانا يندب لصلاة الاستسقاء في أنحاء المملكة ويكون في بعض المناطق جدب وفي بعضها سقي ومطر فهل يسن لمن أنزل عليهم الغيث أن يخرجوا للاستسقاء نعم لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم فإذا حصل انحباس المطر على جهة فالمسلمون يستسقون في جميع المملكة يدعون لإخوانهم أن يسقيهم الله المطر ونزل عليهم الغيث نعم يقول حفظكم الله أنا طالب في الإسكان الجامعي وأصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في الغرفة الخاصة بي فهل الصلاة التي أصليها في الغرفة صحيحة أم لا إذا كان لك عذر لعدم حضور الجماعة فصلاتك صحيحة وأنت معذور ولك الأجر أيضا لك أجر من حضر الجماعة لنيتك الصالحة وأنك لو لا العذر لذهبت لا شك أن صلاتك صحيحة ولك أجر الحضور مع الجماعة لأنك لم تتخلف إلا لعذر أما إذا تخلفت عن صلاة الجماعة من غير عذر صلاتك صحيحة ولكن يبقى عليك إثم ترك الجماعة تكون تاركا لواجب وتارك الواجب يعاقب كما أن فاعله يثاب فتعذب على تركك الواجب وهو حضور الجماعة أما صلاتك فهي صحيحة ولكن فضلها أقل بكثير من صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ المنفرد بـ 27 درجة أي 27 صلات 27 صلات هذه تضيع عليك مع ما يلحقك من الإثم على ترك الواجب نعم يقول حفظكم الله هل تنصحنا أن نقتصر على دروس الكلية وكتبها أم نحضر دروس المشايخ في خارج الجامعة مثلا بعد المغرب والعشاء أفيدونا جزاكم الله خيرا الأصل دروس الكلية تحافظون عليها وتوفرون الوقت لدراستها وإذا بقي عندكم زيادة وقت فلا مانعا تتزود من دروس المشايخ نعم يقول حفظكم الله ما حكم أن يحب الشخص حبا فوق طاقته يعني مثلا العشق نعم يقول ما حكم أن يحب الشخص حبا فوق طاقته مثل العشق هذا لا يجوز لأنه فتنة أو شر لا يجوز أن يحب يحب شخصا محبة هذا يجر إلى فتنة وعلى شر لكن محبة إيمانية محبة إيمانية لأنه مؤمن لأنه مسلم لأنه طالب علم هذا يثاب عليه هذا من المحبة في الله وأما محبته لصداقه أو لقرابه أو لأنه أحسن إليك فهذا مباح ليس فيه شيء أما محبته محبة عشق وإعجاب به فهذا لا يجوز نعم يقول حفظكم الله ما رأيكم في من يؤخر الزواج بحجة طلب العلم وهل تأخير الزواج من أداب طالب العلم نرجو التوضيح إذا كان لا يخاف على نفسه إذا كان لا يخاف على نفسه من تأخير الزواج ويتفرغ لطلب العلم هذا شيء حسن أما إذا كان يخاف على نفسه إن العنت وقوع في ما لا تحمد عقباه فإنه يتزوج والزواج لا يمنع من طلب العلم بل ربما يساعده على طلب العلم نعم يقول حفظكم الله أنا عادة أضع المنبه وقت الدوام عند الساعة السابعة صباحا ووصلي صلاة الفجر ذلك الوقت فهل صلاتي صحيحة أم لا لا ليست بصحيحة لأنك متعمد متعمد ساعة سبع وحى فركب الساعة على طلوع الفجر على الأذان نجل أن تحضر صلاة الجماعة وأما أن تؤخر الساعة إلى مجيء العمل ثم تصلي قبل الذهاب هذا إذا تكرر منك لا تصح صلاتك نعم لأنك أخرجتها عن وقتها متعمدا يقول حفظكم الله تعالى ما الفرق بين معنى التقوى في الآيات التالية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما الفرق في معنى التقوى بين هذه الآيات نعم التقوى تكون من الله اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه واتقوا النار أي بالأعمال التي تقيكم منها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة التي تسبب دخول النار اجتنبوها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا في إنكار المنكر إنه إذا حصل منكر لا يجوز السكوت عليه لأنها إذا نزلت العقوبة عمت المذنب وغير المذنب الذي لم ينكر عليه الذي لم ينكر عليه تقوا فتنة لا تصيبن تقوها بإنكار المنكر الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر حتى لا تعمكم العقوبة يقول حفظكم الله هل الذي يفعل الذنب ثم يتوب ثم يفعل الذنب ثم يتوب ثم يفعل الذنب ويتكرر منه ذلك كثيرا هل يكون فعله ذلك استهزاء بشرع الله أفيدون أجزاكم الله خيرا لا أبدا هذا الدليل على الخير فيه كونه يكرر التوبة كل ما تكرر منه الذنب لأن النفس أمار بالسوء والشيطان أمار يأمر الإنسان بالسوء فهو يعلم أن له ربا يقبل التوبة فلا ييأس من رحمة الله فيتوب ويكرر التوبة هذه علامة خير نعم يقول حفظكم الله رجل يوم عيد الأضحى جاء برجل ليذبح له الأضاحي فذبح له ثمان أضاحي وبعد انتيائه من ذبحها علم بأن الذابحة هندوسي غير مسلم فما الحكم في الأضحية هل يجوز أكلها أم لا ذبيحة الكافر مثل الميتة بل هي ميتة لا تحل إلا الكتابي اليهودي والنصراني فقط وأما بقية الكفار فذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها وهذه الأضاحي لا تجزي عن صاحبها نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم الأكل والصداقة مع الكفار وزياراتهم أحسن الله إليك الانبساط معهم لا يجوز أما الأكل من طعامهم إذا كان مباحا فلا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وأجاب دعوتهم لسيما إذا كان في هذا تأليفا لهم ترغيبا لهم في الإسلام أو هو من قبيل دفع شرهم فهذا الشيء لا بأس به ما دام الطعام مباحا وهو لا يأنس بهم ولا يحبهم نعم يقول حفظكم الله ما حكم طلب العلم لمن لم يتم حفظ القرآن الكريم كاملا لا بأس يطلب العلم ولو لم يحفظ القرآن كاملا ولو لم يحفظ القرآن كاملا فيطلب العلم وإذا تيسر له تكميل حفظ القرآن فيما بعد هذا شيء حسن نعم يقول حفظكم الله سمعت بعض الدعاة ترحم على بعض القساوس من النصارى فهل يجوز لي قراءة كتبه وأخذ العلم عنه أو لا أسأل الله العافية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فلا يجوز الترحم على أموات الكفار ولا الاستغفار لهم حتى ولو كانوا من الأقار ولو كانوا ذوي قربه ولو كانوا أولي قربه كيف بغيرهم فهذا الذي يفعل هذا لا تقرأ في كتبه لأن لا يكون فيها ما يؤثر عليك في هذا الأمر أو غيره هذا يدل على تساهله أو عدم مبالاته نعم يقول حفظكم الله تعالى مع قرب الاختبارات يتجاذب طلبة العلم أمران مهمان الحرص على الدرجات وارتفاع المعدل ومجاهدة النفس على الإخلاص في طلب العلم فكيف يستطيع تقليب الإخلاص لله على أمر الحرص على الدرجات مطلوب منه هذا وهذا مطلوب منه طلب رفع الدرجات والنجاح الطيب ومطلوب منه أيضا إحسان النية والقصد في طلب العلم هذا لا يتعارض مع هذا نعم يقول حفظكم الله تعالى ما معنى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله وهل يصح هذا دليل على بعض الجماعات كجماعة التبليغ الذين يخرجون في الدعوة إلى الله بدون علم بحجة هذه الآية هذه الآية عليهم لأنها يقول اتقوا الله ومن تقوى الله أن يتعلم العلم وأن لا يتكلم بدون علم ولا يقول على الله بغير علم ولا يدعو إلى البدع والمحدثات هذا ما اتق الله سبحانه وتعالى نعم يقول حفظكم الله تعالى إذا خطب الخطيب يوم الجمعة ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل خطبته صحيحة إن كان لم يتعمد نسيها أو جاهلا فخطبته صحيحة أما إذا كان متعمدا تركها فلا تصح خطبته نعم يقول حفظكم الله تعالى قلتم من أسباب محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله لكن في هذه الأزمنة يصعب الجهاد وحبذا لو دللتمونا على مكان نجاهد فيه في سبيل الله الجهاد إذا قائل تمت شروطه وتوفرت شروطه أما الجهاد الفوضوي الذي لم يبنى على على أساس شرعي هذا ليس بجهاد هذا تخريب هذا فوضى الجهاد إذا قام راية للمسلمين تحت ولي الأمر بقيادة ولي أمر المسلمين قادها أو نفذها فالمسلمين يجاهد في سبيل الله تحت هذه الراية تحت راية ولي أمر المسلمين أما أنه يأخذ السلاح ويروح يقتل الناس هذه فوضى وليس هلا من الجهاد هلا من التخريب ومن الإثارة للكفار على المسلمين نعم يقول حفظكم الله تعالى ما توجيه سماحتكم لبعض الكتاب اليوم الذين ينتقدون العلماء ويصفون المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالمتشددين ويصفون بعض أحكام ويصفون بعض أحكام الشريعة بالعنصرية وليست من الدين كالحجاب والاختلاط ونحو ذلك هؤلاء إنما يكسبون على أنفسهم والعياذ بالله مقالاتهم وكتاباتهم ترجع وبالا عليهم ولا تضر المسلمين ولا تضر الإسلام ولله الحمد بل إنها تبين من عنده نفاق هذه الكتابات تبينهم تبين ما عندهم من النفاق والكراهية لهذا الدين ولأهله فضررها عليهم فيما بينهم وبين الناس يعرفونهم وفيما بينهم وبين الله أنهم يغضبون الله سبحانه وتعالى على كل حال هم لا يضرون إلا أنفسهم إلا أنفسهم نعم يقول حفظكم الله تعالى المحبة للوالدين عبادة أم لا وهل يؤجر الإنسان بهذه المحبة أم لا إذا أحبهم إذا كانوا مسلمين إذا كان مسلمين وأحبهما لإسلامهما وأحبهما لأن الله أمره ببرهما هذه عبادة أما الوالدان الكافران فلا يحبهما ولكن يحسن إليهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فيحسن إليهما ولكن لا يحبهما لأنهما كافرا ولأن الله يبغضهما فهو يبغض من يبغضه الله نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حب التكني أو التلقب بعاشق الله أو المشتاق إلى الله هذه من الفاظ الصوفية هذه من الفاظ الصوفية الله يعشق هذا العشق والغرام وهذه من مصطلحات الصوفية فيما يدينون لله به وهو ظلال والعياذ بالله نعم يقول حفظكم الله كثر عند طلاب العلم الحرص على تعلم المقامات في القرآن الكريم فالله جل وعلا يحب ولا يقال يعشق وإنما يحب حبهم ويحبونه ولم يقل ويعشقونه قال يحبونه نعم يقول حفظكم الله تعالى كثر عند طلاب العلم تعلم ما يسمى بالمقامات في القرآن الكريم فما حكم تعلم ما يسمى بالمقامات سأل الله العافية المقامات هذه من اصطلحات المغنين هذه مقامات الأغاني فالذي يتعلم المقامات يريد أن يجعل القرآن أغاني ويقرأ القرآن على قواعد الغنى ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم القول عند ذكر الأموات قدس الله روحه وما معنى هذه الكلمة تقديس التطهير يعني طهر الله روحه من الذنوب وغفر له لا بأس بذلك نعم يقول حفظكم الله تعالى كيف يعرف الإنسان أنه يحب الله ورسوله وكيف يظهر أثر ذلك عليه هذا واضح إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله فهذا الدليل على أنه يحب الله ورسوله أما إذا كان بالعكس يكره ما يحبه الله فهذا الدليل على نفاقه على شر فيه نعم يقول ما حكم بن عباس رضي الله عنه كما سمعتني يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنالوا ولاية الله سبحانه وتعالى بذلك نعم يقول ما حكم صحة حديث ثلاث حق على الله أن يرزقهم وذكر منهم شاب يريد الزواج وما توجيه عونهم حق على الله عونهم نعم قال وما توجيهكم لمن يتعذر في هذا الزمان ويرفض تزويج الشاب الذي في الكلية بحجة التكاليف وأنه ما زال طالب ويتركونا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هو الذي من هو الذي يفعل هذا هذا السؤال يقول ما توجيهكم لمن يتعذر في هذا الزمان ويرفض تزويج من هو الذي يتعذر أب والبنت يعني ولا وليه هو ما يزوجه ما ندري وش قصد الساعد نعم يقول كيف يكون الله بصرا للعبد إذا أخذ منه نعمة البصر أو السمع واليد أو المشي أخي البصيرة البصيرة بصيرة بصيرة في قلبه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالقلب هو الذي يبصر البصيرة أما العيون هذه تبصر البصر الحيواني فقط وقد تبصر البصر النافع إذا تفكرت في آيات الله ونظرت في ملكوت السماوات والأرض تبرت هذا من التفكر في آيات الله فالمراد ما هو بالكلام على بصر العين الكلام على بصر القلب والتمييز بين الطيب والخبيث والكفر والإيمان والإيمان والنفاق هذه البصيرة والولى والبرى هذه البصيرة نعم يقول حفظكم الله تعالى أنا شاب جئت إلى هذه الجامعة وكل أمل في طلب العلم فماذا تنصحوني بارك الله فيكم نصحك بالاستمرار في طلب العلم في هذه الجامعة حتى تكمل دراستك وتتقن دروسك هذا الذي ننصحك به مع العمل مع العمل بما علمك الله سبحانه وتعالى نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم قراءة الروايات والقصص الخيالية خصوصا إذا كان فيها بعض المحاذير هذه ضياع للوقت وإذا كان فيها بعض المحاذير فهي معصية لا تقرأ نعم يقول حفظكم الله في بعض رسائل الجوال يأتي فيها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وارسلها مثلا إلى عشرة أشخاص لتحصل على كذا من الحسنات فما حكم فعل ذلك هذا بدعة هذا بدعة أصل الصلاة على النبي مشروع طيب لكن تحديده بعدد وإرساله إلى كذا وكلا هذا بدعة لا دليل عليه نعم يقول حفظكم الله تعالى هناك كتاب انتشر باسمكم يسمى أسئلة المناهج الجديدة فما صحة نسبة هذا الكتاب إليكم وهل قرأتم وطلعتم عن الحواش التي في الكتاب الكتاب أصله هذا دروس أصله أصله أما الحواش التي عليه فليست لهذه للناشر ولا تنسب إليه أي تنسب لناشره نعم يقول حفظكم الله تعالى ما رأيكم في من يقول أنه لا يلزم للدعاء لولي الأمر لأنك لا تحب ولي الأمر وهذا دليل على النفاق ولي أمر المسلمين يحب ويدعاه له هذه سنة المؤمنين أنهم يحبون ولاة أمور المسلمين ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والإعانة لأن لأن هدايتهم هداية للمسلمين فإذا اهتدوا نفع الله بهم المسلمين فدعا لهم من النصيحة والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكان السلف يدعون لولاة الأمور على المنابر يدعون بتوفيقهم بصلاحهم بهدايتهم لأن هذا من صلاح المسلمين من نفع المسلمين ولا ينكر هذا إلا من عنده روح الخوارج روح النفاق والعياذ بالله نعم يقول حفظكم الله تعالى هل الردود على أهل الأهواء من نهج النبي صلى الله عليه وسلم أم أحدثها من يريدون تفريق الناس وتصنيفهم يا أخي اقرأ القرآن كم فيه من الردود على المشركين وعلى المنافقين وعلى المخطئين القرآن نفسه الله يرد على هؤلاء في كثيرا من الآية الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يرد العلماء علماء السلف يردون فلابد من الرد على المخالف لابد لأن هذا من النصيحة للإسلام والمسلمين ولا نسكت على الأخطاء ونجامع للناس ونصانع الناس ونقول هذا يفرق الناس ألي يبي يفرق هذا الحق خليه تفرق يبعد عنه أما المؤمن هذا يفرح بالحق ويفرح إذا نبه على خطأ ليتراجع عنه نعم يقول حفظكم الله تعالى يقول بعض الدعاة الذي يعذر بالجهل يعتبر مرجئا ومبتدعا ولا يجالس فما حكم هذا القول يا أخوان يا أخوان هل مسألة هذه مسألة العذر بالجهل الجهل يا أخوان يُعذر به من لم يبلغه شيء عن الإسلام ولم يسمع القرآن كالذي يعيش في الأدغال البعيدة بعيدا عن المسلمين ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيء عن الإسلام هذا يكون من أصحاب الفترة يكون من أصحاب الفترة وأمره إلى الله سبحانه وتعالى أما من بلغه القرآن سمع القرآن وهو يفهم عربي يفهم لغة القرآن فهذا قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل عربي يسمع إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يقول أنا جاهل ما أدري طيب وش معنى إنه من يشرك بالله وش معنى الشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وش معنى الكافرين وش معنى الكفر يقول ما أدري وهو يسمع ولا يسأل ولا يتعلم هذا لا يعذر بالجهل يا أخوان نعم يقول حفظكم الله تعالى هل الأشاعر من أهل السنة وما حكم من يقول بأنهم من أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة هم يتلقون عقيدتهم عن علم الكلام وعن علم المنطق ويؤولون الصفات أليسوا من أهل السنة نعم يقول حفظكم الله تعالى هل أطفال المشركين الذين ماتوا يلحقون بآبائهم في الآخرة الله أعلم هذا إلى الله حكمهم حكم أصحاب الفترة نعم يقول حفظكم الله تعالى هل يعتبر الحسين بن علي رضي الله عنهما خارجا على ولي الأمر في زمنه وهل يعتبروا قتله من الأخطاء يا أخوان لا تعرضون للصحابة الحسين بن علي رضي الله عنه صحابي جليل سبط الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعرضوا له ولا تذكروه إلا بخير وبالثنى عليه ولا تتعرضوا لما حصل والله يغفر له وله من الفضائل وله من الخير ما يغطي إن كان حصل منه خطأ نعم جميع الصحابة كذلك لا تتعرضوا له لا تخطئون أحدا منهم لا تنبشوا عن شيء مما وقع بينهم اعتذروا لهم ترحموا عليهم أحبوهم دافعوا عنهم نعم يقول حفظكم الله تعالى هل يجوز لي أن أحذر الزملاء من الجماعات الإسلامية المنحرفة أو من من ينتسب إليها أو من من يثني عليها يا إخواني مقرركم في التوحيد فيه الأمر بلزوم جماعة المسلمين وأن تكون مع الفرقة الناجية الذين كانوا على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن تتجنب الفرق المخالفة بأي اسم سميت الذي ليس على منهج أهل السنة والجماعة ابتعد عنه واجتنبه بأي اسم سمي نعم هذه هي القاعدة وهذا تدرسون في مقرراتكم في كتاب التوحيد نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح لا تقرب من أهل البدع أبداً يؤثرون عليك يؤثرون عليك وتأثم لجلوسك معهم ابتعد عنهم إلا إذا دعت الحاجة إلى مناظرتهم وبيان ما هم عليه من الباطل وأنت عندك أهلية لذلك ولا مانع في حدود لكن من هم أهل البدع الناس اليوم صار كل من خالهم يقولون هذا مبتدع خصوصا الشباب كل من ليس على رأيهم يقولون هذا مبتدع البدع لها ضوابط بينها الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والمراد المحدثة في الدين أما المحدث في أمور العادات والملابس والصناعات والمآكل والمشارب الحلال هذا لا يقال له بدعة البدعة في الدين أن يجعل من الدين ما ليس منه هذا هو البدعة نعم يقول حفظكم الله تعالى ظهر بعض الدعاة ودع الناس إلى حضور عيد ميلاد ابنه هل يعتبر هذا من الابتداع في الدين وهل يعتبر هذا الداعي من المبتدعة لا شك هذا من الابتداع ما للمواليد ما للمواليد احتفالات ولا أعياد عيد مولده ولا للوالدين عيد الوالد هذا كله من البدعة ومن التشبه من التشبه بالكفار هم الذين عندهم هذه الأمور عيد الوالد عيد الابن الولد عيد كذا عيد كذا ما عندنا لا عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى ما في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى فمن زاد على العيدين فهو مبتدع يقول حفظكم الله تعالى ما حكم القراءة في الكتاب المقدس الإنجين لا يقرأ فيه ويطلع ما هو القراءة المراد للطلاع لا يطلع عليه إلا عالم متحصن بالعقيدة من أجل أن يرى ما فيه من الباطل المكذوب على الله وعلى رسوله لأجل الرد عليه أما طالب العلم المبتدي واللي قصده يبي يضيع الوقت ويطالع هذا لا ما يجوز لأنه قد يتأثر بما يقرأ ولا عنده علم يقاوم ما يطلع عليه يقول حفظكم الله تعالى أرى من بعض طلاب العلم الانشغال بأخذ أكثر من قراءة في القرآن والحرص على أخذ الأسانيد في القرآن الكريم فهل لهذا أهمية وهل يقدم على طلب العلم لا يقدم هذا على طلب العلم تخصص في القراءات هذا لمن عنده وقت ولا يؤثر على طلبه للعلم يقدم طلب العلم القراءة الحمد لله تكفي قراءة واحدة من القراءة السبع تكفي قراءة واحدة يتقنها ويقرأ بها وما زاد عليها فهو تخصص هذا يكون لمن عنده إمكانية وعنده وقت وقد تعلم العلم قبل ذلك نعم يقول حفظكم الله تعالى ما هي الطريقة الأفضل لدراسة الفقه هل هو ضبط المذهب على قول جمهوره أو معرفة الحق بدليله نعم يقول ما هي الطريقة الأفضل لدراسة كتب الفقه هل هي معرفة المذهب وضبطه على قول جمهورهم طريقة الأمثل أن تقرأ المقرر وتفهم المقرر عليك من كتب الفقه تفهمه فهما جيدا حتى يكون عندك حصيلة ومدخل إلى الفقه تنفذ به إلى الفقه والتوسع فيه هذا هو الطريقة الأمثل أن تعتنوا بالمقررات الدراسية لأنها هي أصول العلم ومفاتيح العلم أما أن تطيروا مع الكتب والموسوعات والخلافات وتتركوا مقرراتكم هذه ليست طريقة طلب العلم هذه ضياع نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم تحديد اللحية وتزينها اللحية تترك كماهي هي الزينة وهي الجمال اللائق بالإنسان الله جل وعلا خلقها وفي مكانها وهو الذي حددها وليس فيها تشويه وليس فيها بل فيها جمال وفيها قدوة وسنة تداب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنشغل بلحيتك تكون هي شغلك تقصه تحدده تأجي منه منه تصبغه زينه يتركها يا أخي إلا الشيب إذا شابت تغير الشيب بغير السواد وما عدا ذلك يتركها لا مانع أنك تغسلها أنك تنظفها إنك تطيبها ما فيه مانع لا مانع من الجمال والنظافة أما أنها تحدد وتقص قص وهذا لا يجوز هذا نعم يقول حفظكم الله تعالى إذا نصحت بعض الإخوة بقراءة كتب الردود للعلماء كإمة الدعوة النجدية ومن تبعه من العلماء يقول لي بعض الإخوة بأن هذا من الغيبة فما حكم هذا القول هذه غيبة طيبة هذه غيبة طيبة الغيبة إذا كان فيها مصلحة راجحة لا بس ولذلك تشتكي تشتكي من تراه على معصية تشتكيه لولاة الأمور لأجلها أن يأخذوا على يده هذه غيبة واجبة لا تسكت الغيبة إذا ترجحت مصلحتها على مفسدتها هي نشروعها أو واجبة نعم يقول حفظكم الله تعالى نرى بعض الإخوة إذا قيمت الصلاة أو قربة أو قرب الركوع يركضون في المسجد فما نصحتكم لهم نذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفي رواية فأتموا والركض هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركض أبو بكره رضي الله عنه وركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف قال له بعد السلام زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد بمثل هذا العمل آلكم بالسكينة والرفق والحمد لله الصلاة ما يذنها به ما أدركت مع الإمام تصليه وما فاتك تتمه والحمد لله نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم زواج المسيار خاصة للذي لا يقدر على الزواج زواج المسيار ما تتم فيه مصالح الزواج ما تتم فيه هو صحيح من ناحية العقد وأركان العقد شروطه صحيح ولكن المصالح الزوجية ما هي فيه إلا شيء واحد وهو الجماعة فقط أما الأولاد أما الزوجة أما أما هذا كله ما ما يحصل زواج المسيار أما السكن في البيت ما يحصل هذا نعم يقول حفظكم الله تعالى كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد كتب له القبول في الأرض وبين وجود من يعادي أولياء الله ويحاربهم هذه علامة على شقاوته هل يعادي أولياء الله من عادا لي ولياً قد بارسته بالمحاربة والعياذ محارب لله نعم تقول ما رأيكم في الجملة المعروفة جمعة مباركة ما ورد هذا إنه يهني بعضهم بعضاً في الجمعة أو يقول هنيئاً لك أو جمعة مباركة ما ورد هذا ونحن لا نحدث شيئاً من عند أنفسنا نعم يقول حفظكم الله تعالى هل ساعد المرأة عند النساء ومحاربها ومحارمها يجوز إظهاره مش الداعي لإظهار داعي لإظهار لإظهار ذراعها أو عضدها أو ساقها عند محارمها إنما تكشف ما جرت العادة بكشفه وهما يقولون يكشف للمهنة مثل كشف الوجه الكفين القدمين عند المحارم لا بس بذلك أما ما زاد عن ذلك وش الداعي نعم يقول حفظكم الله تعالى من استاك ثم بلع ريقه وفيه طعم من السواك فهل يفطر بذلك لا لا يفطر بذلك نعم يقول حفظكم الله تعالى يوجد لنا جيران من الرافضة هل نزورهم ونسلم عليهم ونعينهم بالمادة في المناسبات والزواج وندعوهم إلى الإسلام أم نعرض عنهم ونتركهم إذا كان كما تقول لدعوتهم للإسلام والسنة وهم ترجون أنهم يتأثرون ويقبلون هذا شيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ويحتضر في الموت دعاه إلى الإسلام فأسلم جار عمه جار عمه أبا طالبه ويحتضر دعاه للإسلام فأبا الرسول جار الكفار والدعوة إلى الله عز وجل وكذلك المبتدع فإذا كان في زيارتهم جارتهم قمع في هدايتهم فلا فلا بس بل هذا مشروع نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم لعب كرة القدم وما حكم مشاهدتها ألا من العبث ضياع الوقت ألا من العبث ضياع الوقت وإهدار الطاقات في شيء لا ينفع نعم يقول حفظكم الله تعالى قرأت في أحد الكتب قول ظاهرة الوحي فهل في هذه المقولة محذور شرعي ما هذا يشكص لظاهرة الوحي ما هذا يشكص لكن لا شك أن الوحي يحترم ويجل ولا يتجاب لها العبارات هذه نعم يقول حفظكم الله تعالى من الأمور التي انتشرت بين الشباب الملتزمين هي أعانكم الله هي الغيبة أرجو من سماحتكم تبين خطرها نعم يقول من الأمور التي انتشرت بين الشباب الملتزمين الغيبة أرجو من فضيلتكم تبين خطرها الغيبة حرام أين الله خطرها في قول ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواه الرحيم الغيبة محرمة ويأكل لحم أخيك نعم رسول صلى الله عليه وسلم ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة نعم يقول حفظكم الله تعالى هل تعتبر قيادة المرأة من المسلمات التي لا يجوز خلافها إيش هل تعتبر قيادة المرأة من المسلمات التي لا يجوز خلافها قيادتها إيش يعني تقولها أنت عن الهلاك وعن لا تقع في خطر هذا لا بس طيب إنقاذ لها أو ماذا وش قصده قيادة الموت يقول حفظكم الله تعالى هل من أخذ من العلماء وطلبت العلم بالقول بالعذر بالجهل يعتبر مرجئا قلنا لكم العذر بالجهل هذا في حدود وكل إنسان معذور بالجهل الجهل الذي يمكن زواله هذا لا يعذر فيه إذا كان يمكن زواله ولم يسعى في زواله فهذا لا يعذر فيه أما الجهل الذي لا يمكن زواله ما سمع شيء ولا بلغه شيء ويعيش منعزلا عن العالم هذا يعذر حتى أو يوكل أمره إلى الله ما نقول بعد يعذر نقول يوكل أمره إلى الله ما هي السنة الواردة في عقد النكاح بين الرجل والمرأة يقول ما هي السنة الواردة في عقد النكاح بين الرجل والمرأة السنة الواردة في عقد النكاح أبداً الله الذي ذكره العلماء أن عقد النكاح يستحب يكون في المسجد أن يكون بعد العصر وأن يكون بخطبة ابن مسعود نحمد الله الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره هذا السنة التي تصاحب عقد النكاح نعم يقول حفظكم الله تعالى هل يجوز اشتراط الدائن على المدين قرامة تأخر ودفعها إليه لا يجوز زيادة الدين على المدين هذا ربى الجاهلية هذا ربى النسيئة لا يجوز إن كان المدين موسراً فيلزم بالتسديد وإن كان معسراً فيجب انظاره إلى ميسرة ولا يزاد عليه الدين لا يقول حفظكم الله تعالى ما سر تخصيص السيئات بالتكفير والذنوب بالغفران في قوله تعالى ليكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم في قوله تعالى يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم يكفر عنكم سيئاتكم يكفرها بإزالة ضررها وآثرها ويمحوها عنكم يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم المعنى واحد لكن الله أعلم إن هذا من باب التأكيد نعم يقول حفظكم الله تعالى هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة في ملابسها العادية إذا لم يخرج إلا الوجه والكفين إذا صلت من غير عباءة إذا كانت ملابسها طاهرة وساترة وظافية فلا بأس بذلك إلا إذا خرجت فإنها تستعمل الجلال الكبير فوق الملابس أو العباءة الساترة فوق الملابس وأما ما دامت في بيتها وهي ساترة لنفسها في الصلاة فإنها تصلي في ملابسها نعم يقول حفظكم الله تعالى هل النوم عذر لتأخير الصلاة عن وقتها النوم العارض عذر أما النوم المستديم يتخذ هذا عادة فليس عذرا نعم يقول حفظكم الله تعالى رجل اشترى أرضا بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال وإنه يبيعها بخمسة آلاف ريال وحال عليها الحول فكم الزكاة فيها سمنها بما تساوي ما هو بحدد بنية هو لا بما تساويه يسأل العقاريين كم تساوي هذه الأرض فإذا قالوا تساوي كذا وكذا يزكيها يخرج ربع العشر نعم شكر الله لسماحة الشيخ ما قدم لنا من فوائد نافعة ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وننتظر من سماحة شيخنا ما وعدنا به من تكرار هذا اللقاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنويا إن شاء الله